موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير في تمام الصحة والعافية يا رب اليوم ان شاء الله سنشارك معكم وصفة سهلة وكتجي زوينة خفيفة وصحية نتمنى انكم تجربوها وتنالي استحسان لكم طبيعة الحال ما تنساوش ضغط على زر الاعجاب وتشاركوا معايا في القناة وتشجعوني من طبيعة الحال ان تشجيعات ديالكم هما اللي يعطوني الطاقة والحيوية باش انني نزيد نعطي اكتر واكتر بالنسبة الوصفة ديال اليوم غادي نحتاجو فيها الفخوضة ديال الدجاج القياس اللي بغيتو انا استعملت هنا القياس ديال ربعد الاشخاص بالنسبة للتوابل غادي نحتاجو الملح ابزار فلفلة حمرة الكامون سكينجبير التوم المجفاف والبصل المجفاف غادي نحتاج شوية ديال القصبور والمعدنوس مكتر القصبور على المعدنوس غادي نحتاج هنا يوحد شوية ديال مركز الطماطين والصلصة ديال ساموراي اللي كتكون حارة يمكنكم تبدلوها فقط بالهريسة او بفلفل حار غادي نحتاج وحد شوية ديال الليمون باش غادي نخلط الشرمولة ديالي وغادي نحتاج الميكات اللي كيتخشو في الفران كيكونوا سبيسيال ديال الفران غادي نبدو على براكتي الله نبدو نجدو الشرمولة ديالنا انا كنضيفوا اربع ديالنا على التوابيل وكنزيد له مركز الطماطين وحد شوية كيكون معهم ديال الزيت والصلصة الساموراي او ممكن لكم تبدلوها فقط بالهريسة غادي ننضيف لها الحامض باش غادي نخلط ديالي كيف ما كتلاحظو غادي نخلط ديالي غادي نخلط ديالي شرمولة ديالي مزيان كتجيها تشرمي الى هادي كتجيها الى ممكن لكم تستعملوها في فجاج في الدجاج هكي في فخوضة ديال الدجاج او صدورة او ممكن لكم استعملوها حتى الدجاج كامل الدجاجة كتكون كاملة صينة كتجي هائلة معها بالنسبة للفخوضة غادي نتقومش شوية بالموس باش من يكونوا كيطيبوا يخرج دك السوائل اللي كيكونوا بالداخل وكذلك باش تدخل معهم حتى الشرمولة اللي غادي نديروه تدخل في فخوضة ديالنا الداخل وتجينا وتبنن كتر تشربنا دك الشرمولة وتجينا بنينا كتر بنسبة للفخوضة نبدأ نشرملهم دائما نخشي الشرمولة متحت الجلدة باش كدك اللحم تبنن كتر كنصامر على هالطريقة هذي كنشرملهم حتى غادي نساليهم كلهم موسيقى 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 بعد إستخراج اللحم وتبنبخ يمكنكم استعملوهم مباشرة كي يجووا تهكد كي يجووا مزيانين مهم فيستحسن اننا نخليهم يقضوا شوية تشغميلا باش كي يجووا بنانين اكثر من بعد كنديرهم في الكيس بلاستيكي دينا اللي خاص اللي كيفما قلت لكم انه خاص بالفرن ماشي كيس عادي اي كيس ممكننا نستعملوهن نخشيوه في الفرغان لا هادو يكونو سبيسيال ديال طياب في الفرغان يتباعو في المراكز التسوق الكبرى هتلقاوهم متوفرين غادي نرش واحد شوية ديال الزيت عليهم زيت الزيتون غير باش من الوجه ديالهم باش يتحمغلينا مزيان ومن بعد غادي نجمع الكيس البلاستيكي ديالي وغادي نعقدو بواحد الشاريط اللي كيكون خاص كيكون معاهم في كيتباع في البكية ديال الاكياس البلاستيكية خاصة هو بالفرغن كنجمعوه بهم زيان ومن بعد كنديروه فلطة ديالنا اللي غادي يدخل الفرغان وكندفعوه الفرغن كيكون سخون كيكون سخون ومن بعد كننقصوه له واحد شوية وكنخليوه ياخد الوقت دياله في الطياب وفي هاد الاثناء هادي كان بدا نوجد البطاطا ديالي قشرتها وقسمتها على على ربعة ديال اجزاء وغادي نشرمل ذاك اللي غادي سبقها اللي مشرمولة غادي نشرمل بها ذاك البطاطا اللي غادي نرافق بها الطبق ديالي كنتجي تهيه هائلة بهاد تشغمه له هادي وكذلك غادي نديرها تهيه في كيس بلاستيكي وغادي نديرها تطيب حتى اياه في الفرغان نبطط ديالين بعد ما تشغملات غادي نديرها في الكيس البلاستيكي الخاص بالفرن كنأكد عليها كنديرها فسط الكيس وكنجمعها كيفما جمعت دجاج ديالي وكننزيدها على على نفس اللطة اللي كنكون ديرها فيها دجاج كنضيفها معاها وكتب احتهيه معاه هنا دجاج ديالي كيفما لحته بدا كي طيب لياه غنزيد عليه البطاطا وخليهم يطيبهم زيان وكندوز كنوجد الخضر اللي غادي نرافق بياته هما غايكون تكون غير خضر سوطي كنستعمل هنا يالاريكو او اللوبيا الخضراء وكنستعمل الجازار خير زوحته هو كندلهم حد شوية ديال زيت الزيتون او اللي الزبدة اللي بغيتو هنستعمل زيت الزيتون لانه صحي كتر كنضيف لي حد شوية ديال الملح ووحد شوية ديال ابزار وغادي نزيد عليها واحد شوية تقريبا نغسل معي القديا التوم المجفف وغادي نخليهم يتشحرون شي شوية غادي نخليهم يتشحرون شي شوية وغادي نضيف عليهم من بعد شامبينيون ديالي اللي كنكون غسلتو قطعتو من قبل كيف ما كتعفو الشامبينيون كيتغسل في البلاسة يعني مخصوش يبقى النفل ما باش ما كيشربش وكيجينا باسل اه كان غسلوه دغيا دغيا وكان وكان قطعوه وكان ضيفو على الخضر ديالي يعني طبق كيكون صحي وبالنسبة للدجاج ديالنا ولا البطاطة يمكن لكم تستعملوه في طبق اللي كيكون كيدخل الفرد فعوات ما تستعملو الكيس البلاستيكي او ممتوفو شي فهدا لا يعني اننا ما غادش نديرو هالطبق هدا طريقة اللي اسهل وابسط فقط هالطريقة ديال الكيس كتختصر لنا الوقت وضغيا كيطيب في الفران وكننخرجوه يمكن لنا نديرو فلاطا كنفرشو البطاطا ديالنا ونزيدو عليها الدجاج ديالنا حسا هو ونغلفوه بورك الزبدة او بابيي كويسو وكنغلفوه منفق عاد كنديرولو البابيييه اليوم كنغلفوهم زيان ونبعد كندخله الفران ديالنا وصافي كيطيب تماما بحالة شكلها كايا هنا من بعد ما طابد لي صافي كنخرجهم كنعريهم فاش نكونوا كان اذا استعملتوا هاد الاكياس هادي فمن الاحسن انكم تردوا البل مزيان باش ما تحرقوش يديكم لان كتكون درجة الحرارة اللي كتكون فوصة الكيس كتكون عالية بزاف فالهذا الما اخذيتوش الاحتياط ديالكم تقدر انها تحرقكم داك البوخاري يحرقكم في يديكم ولا لهذا يستحسن انكم تاخدوا الاحتياط ديالكم بالنسبة للدجاج ره تحمر جهوة هاداك وبالنسبة للبطاطا غادي نخليها تزيدوا حتى شوية تحمر غا واحد شي شوي هكا تتحمر من الوجه ديالها غادي ندخلهم غادي نردهم الفرن تجاج ديالي غادي نغلفوا غادي ننزل عليه غادي ننزل علي غادي وحد الوراق ديال حتى غيف ديال الوراق ديال الالمينيوم ويعني ما غاديش نغلفو فقط غادي منزلوها كايه باش ما يتحمر ليش من لوجه وغادي ندخل البطاطة ديالي تتحمر وهذا كيكون الطبق ديالين بعد ما نزلته في طبق تقديم كيجي رائع يمكن لكم تقدموه بطريقة فردية كل واحد بالطبق ديالو كيجي هائي نتمنى انكم تجربوه ونال استحسان ديالكم وما تنسوش حبيباتي الضغط على زر الاعجاب وتشتركوا معايا في القناة باش تكبر العائلة ديالنا وتكبر القناة معاكم ان شاء الله واي ملاحظة او استفسار خليوها ليفتعها لتحت ان شاء الله نجاوب على الجامع والسلام عليكم وحمد الله وبركاته الى الفيديو القادم ان شاء الله